اشتركوا في القناة لا الاسم فالعراق بخير عام 2014 منحت هيئة الاستثمار الوطنية الإجازة الاستثمارية لشركة خيرات الآبار العراقية لمشروع هدرجة النفثة وتحسين البنزين وين بيئة محافظة بالمثنى على أمل أن ينجز المشروع عام 2019 بداية 2019 يعني خلال خمس سنوات الشركة المذكورة وبعد حصولها على الموافقات الرسمية تمتعت بالامتيازات الممنوحة الامتيازات رح يختيها ضيفي وراء ما أكمل الامتيازات احفاء ضريبية وتسهيلات قمرقية وشراء الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي اللي بيع بيء البنك المركزي واللي هو 118 أو 119 ألف للمئة دولار كما حصلت على ضمانة سيادية عام 2016 لكن الشركة والغريب بالأمر أنه لم تنجز إلا سياج بأرض المشروع وكارفانات ومدت لكم نبوب مي خاف ينقطع المي بالسماوة هذا المي يجهزكم بالمقابل فإن الهيئة الوطنية للاستثمار تطالب حاليا بضمانة سيادية مرة ثانية للشركة وبقيمة 850 مليون دولار ضمن موازنة 21 مثل ما يقول الضيف اللي موجوده ياي والمفاجأة كل الاستثمارات في العراق جميلة جدا وآخرها عقد عام 2013 مع شركة لتجهيز 5 مراجل بالبخار 5 مراجل لتجهيز البخار البويلرات بقيمة 5 مليون دولار لمدة 5 سنوات لم تنجز الشركة أي شيء واخدت 5 مليون دولار وراحت 5 مليون و 460 ألف دولار رجعت الشركة رجعت الدولة أحالة هذا المشروع والبويلرات اللي هي 5 مراجل البخار على شركة لبنانية بمبلغ قيمة 47 مليون دولار عام 2018 ولمدة سنتين وإحنا اليوم عام 2020 وأيضا بدون أي نتيجة وبدون أي عمل واستلمت الشركة الدفع الأولى والبالغة 4 مليون و 700 ألف دولار وبالعافية على العراقيين هاي السرقات أرحب بكم بهذا الكم الهائل من ملايين الدولارات اللي تتطشر وتتطافل قدام عيون العراقيين بدون ما واحد من أبناء هذا البلد يأخذ منها دولار واحد تأخذها شركات وجهة سياسية منتفعة أرحب بكم وأرحب بضيوفي مشاركونا الحديث في موضوع حلقة الليلة من توك شو الاستثمار وهدر الأموال الأستاذ مهند العتابي عضو كتلة النهج الوطني حياك الله أستاذ مهند الله أستاذ محمد ومرحباً ووصل الآن الدكتور ناصر الكناني ضيف الآخر بالستوديو ورح يدخل وأرحب به حتى أبدي حياك الله دكتور ناصر وأهلاً وسهلاً بك تفضل ويانا استريح السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أبداً ازدحامات بغداد كنا نشتكي من عدها واقعاً عتبنا على السيطرات اللي موجودة وبكثرة وما الهلازم وبنفس الوقت تقطعات المرورية وازدحاماتها ومنعرف المديرية العامة لمرور بغداد جاية تشتغل بس ازدحاماته بالعافية على العراقيين هاي عافية جديدة يضاف إلى العافيات اللي ناخذها احنا كعراقيين حياك الله دكتور أستاذ مهند حياك الله مرة ثانية وحياك وبهياك أنا بديتي اللي عندي أمتاني منك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أخي حياكم الله ولي ضيفك جناب الدكتور ولمشاهديكم الكرام أنا حقيقة ممتن منك شخصياً ولي قناتكم الموقرة أستاذ محمد بمعاونتنا لتسليط الضوء على ملفات مهمة جداً والجهات التشريعية والحكومية عليها أن تسمع ما نقوله وما قلناه وما نبقى نقوله باعتبر هذه ملفات مهمة اليوم الأموال اللي جاينا تكلم عنها ليست أموالاً خاصة إنما هي أموال عامة نحن سبق وانطرحنا وقلنا في سابق عهد قلنا يا أخوان هناك أكثر من خمسين ألف شركة وهمية في العراق أكثر من خمسين ألف شركة وهمية خمسين ألف؟ نعم رقم شبير رقم شبير أردفت بعد أن تكلمت أنا شخصياً بهذا الكلام وزارة التجارة قالت لا عدنا أكثر من ستين ألف شركة ومون خمسين ألف باعتراف 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 وقالت أن بعض الشركات ليس لديها عمل من 15 سنة هاي وزارة التجارة تقول زين هاي ل 15 سنة هاي الشركات ش تسوي بها؟ هو جاي نقول إحنا من قلنا بهذا الكلام بعضهم نزعج لا شلون الشركات وهمية؟ قلنا لهم تانونا راح نبطيكم الشركات الوهمية هاي وحدة شنو نقصد بالشركات الوهمية؟ أولا حتى نفهم المشاهد وكلامنا يكون علمي وفني ليس من باب أنه إحنا ما عدنا استهداف شخصي لأحد ما عدنا مشكلة ويا شخص العراق الاستثمار في العراق وقانون الاستثمار قوانين الاستثمار عدلت أكثر من مرة في جانب تشجيع المستثمر لاحظ معي أستاذ محمد الاستثمار في العراق اتعدل أكثر من مرة ناظر إلى تشجيع المستثمر العراقي لذلك القانون الاستثمار في العراق منح امتيازات كبيرة للمستثمر بس تعال استثمر هذه الامتيازات موجودة في قوانين الاستثمارات المعدلة ونظام الاستثمار اللي هو رقم 2 لألفين وتسعة على ما أتخطر موجودة هذا ممكن واحد يسوي له سيرتش من تباوع تلقى هناك إعفاءات ضريبية وقمرقية ضخمة تخص الآليات والمواد اللي يستخدمها تخص تمليك الأرض أسعار الأرض منها ما يصل إلى مجانا وحرية الحركة وقضية المزاد في العملة والاقتراض من الدولة فمن تجي هناك امتيازات كبيرة من للشركات احنا طبعا مع تشجيع المستثمر لكن القضية مركبة شجع المستثمر قبال شنو؟ شوفني استثمار المشكلة في العراق على أرض الواقع موسياج وكارفان المشكلة في العراق المشكلة في العراق أنا اللي شفته هس اليوم هو هذا الجاي يقولي أنا الفيديو عندي شفته نعم أنا تمنيتة عرضة وإذا كان يعرضوا المشكلة في العراق أنه إحنا ماكو تكافؤ في هذا الميزان الاستثمار اليوم إحنا جاي نطي فلذلك أنا قلت هناك شركات وهمية أقصد شركات أخذت العنوان بدون معنون أخذت الصفة بدون عمل أخذت اللقب بدون أداء أخذت الامتياز بدون شنو بدون منشأ من هذه الأموران طاحتها مؤخرة اللي هي مشروع هدرجة البانزين والتحسينة هذا المشروع شنو إحنا الدولة العراقية ما زلنا نستورد بنزين وقاز وهذه الأمور صارت أكون نظرة ستراتيجية قبل الـ 2014 إنه إحنا خلني نهدرج خلني نشتغل وبالنتيجة صارت الدولة عدهنية تنطي النفط الخام للشركة هذه الشركة شي تسوي تنتج اختاروا محافظة المثنة وهو نعم ما اختاروا أفقر محافظة ما بيه فأكو نظرة ستراتيجية إن عاش لهذه المحافظة حركة تجارية قوية تشغيل يد عاملة خلني لياهن ذنيا رصيد نحتاجهن راح نقول فد كلام مهم بعد سبار هذا المشروع قتل المحافظة ولم يحيها تمت الموافقة علي رسميا في أيلول 2014 هذه الشركة بالضلط اليوم إحنا شقيت 2020 أب أنظر لما 21 مو 20 أنظر لما أنا أموقع لهم إياه 2020 أنظر لما بعد اليساوي لأن المعادلة طويلة قبل اليساوي من 2014 إلى يوم الناس هذا المشروع موجود في السماوة والمقطع دزيت لك يا الفيديو لا يوجد منه سوى سياج خارجي وبعض الكرافانات جوة والقاع حادلينها أضافت وزارة النفط على ما أتذكر لأنه أكو شغل رسمي عليه قالت لا وأكو انبوب انميد أو هيئة الاستثمار انبوب مال ماء يعني هذا انبوب مال ماء ترى مو يغضي المحافظة هذا أبو المادر يمكن أبو الإنج أو كذلك أنا لأقول شفت الأنبوب أبو الإنج أنا لأقول أولاً وبالذات أولاً وبالذات هذا العقد الاستثمار في 16-9-2020 تخطروا يعني يعني قبل 3 شهر 16-9-2020 قبل 3 شهر من اليوم بالضبط وزارة المالية تجاوب هذا اللي أثار الموضوع تجاوب احنا عبارنا الموضوع سكت تجاوب الوزارة النفط وهيئة الاستثمار تقول لهم يا بوزارة هيئة الاستثمار تطلب ضمانة سيادية للمشروع بـ 850 مليون دولار تريد أن تضم نظم الموازنة موجود عنده دازل الكتاب المظلل بالأصفر هذا موجود ويأتي الشباب ينطونيها الكتاب رقم 4 هذا كتاب رسمي أكو عندك وثيقة رقم 4 موجودة موجودة وثيقة رقم 4 اللي تكون مظللة بالأصفر يا رأي تنطنيها حتى يشوفها أنا وجمهور هاي خلي الأخوة ذا يقربون 850 مليون هذا الكتاب رقم تاريخ حديث بعيد الآن الجمهور يشوف نحن جاي نقول اليوم هيئة الاستثمار طلبت لهذا المشروع 850 مليون دولار أولا اسمحا بني أستاذ محمد هذه الشركة وهذا العقد منتهي لو ما منتهي أنا أطيق الخبر منتهي في 12-1-2019 على أي أساس الطلبوا لضمانة سيادي؟ يعني ورد 9 تشير تطلب لضمانة سيادي؟ على أي أساس مليار دولار؟ مليار دولار؟ لا سملياب العراقي تريليون وكسر؟ هذا واحد اثنيا شن اللي أنجزت الشركة حتى تنطيها؟ سياج ضمانة سيادية؟ سياج ثلاثة وزارة النفط بنفس الكتاب قربوا الأخوة بنفس الكتاب تقول أنا لا أجدد الرخصة الاستثمارية ورفضتها على مرتي نوجه المستفيدة وزارة النفط فهنا طبعا عندي 9 سئلة لن تجيب عليها هيئة الاستثمار أفضلها هذه الأسئلة هيئة استثمار الوطنية؟ هيئة استثمار الوطنية وزارة المالية هل سيقول لك أبو الشركة طلب أنت طلبت أنت جاء تطلب 850 هذا كتابك أنت هذا كتاب وزارة المالية أنت جاء تطلب 850 ثم أينكم من هذا الإخفاق الذي يمس أكبر ملف اقتصاد وطني في أفقر محافظة أنت شنون تطلب له 850 ثم يا أخي في نظام الاستثمار هاك هاي جديدة هاي ما مسؤولي فأني بعد إنه هواي راح يطلعن عليهم في نظام الاستثمار رقم اثنيا لسنة 2009 في المادة أعتقد 19 شو تقول تقول مضمونة إذا المستثمر أخلى بالعقد وما أنجز علي غرامة علي غرامة مالية تصل إلى 10% المشروع قيمته 400 وكسر يعني المستثمر بدل أن تغرمه 4 ملايين وكسر دولار تريد لضمانة سيادية 10 ملايين 45 مليون دولار يعني هساني سميتها 4 ملايين جاي أحكي لك بالهابط 45 مليون دولار يعني تقريبا 50 مليون تروح أنت ما هذا الدلال لهذه الشركة ثم يا أخي هي الشركة طبعا مو وحدة اثنيا هي شركة كاسو كاسو وياها هاي منو شركة كاسو حسن ما نعرف احنا هذه الشركة هاي شركة ما حد يعرفها بنتلها سياج في المحافظة فهذا كم من الإشكالات الموجودة نعرضها أمام الرأي العام نقولهم هاي وحدة من الشركات الوهمية لا تصوروا نقصد بالشركات الوهمية الشركات اللي قاعدة عدوا لا الشركات التي تبتلع العراق اليوم هذه الشركات جاءت تبتلع لذلك أن اليوم أطرح مليار دولار تريليون بالضبط يعني هذا بعد شنو زيدك من الشعر بيوت مجلس النواب العراقي في ثلاث كتب يدزل لوزارات مهمة يقول لهم بلغون اشقد داخل نوم دولار طالع منهم دولار مجلس النواب خاطب وزارة التخطيط ليش ما تجاوبون هسا الآن نريد أولا هذه المحاسبة على هذا الأمر ثم نريد نعرف حجم لماذا لا تجيب الوزارات هسا ثلاث وزارات تخاطبها أعلى سلطة تشريعية أو أعلى سلطة موزيدة بالدولة العلاقية اللي هي ما جاوبت الحزن وللآن ما تجاوب ما تجاوب ما تجاوب ولولا أن تكلمنا بهذا الكلام احنا حصلت أنه إجابات بعض الإجابات اللي قلت لك العقد طلع منتهي ما ندري بالعقد منتهي العقد منتهي ببداية 2019 ما ندري يعني هسا أحنا اليوم كدولة علاقية في عام 2019 في مطلع 2019 العقد منتهي طبعا بالملاسبة عمر العقد هذا عندي عمر عقد ثلاث سنوات يعني من 2017 انتهي عمر العقد هو مانح شنوة ثلاثة سنوات للتنفيذ موجود عندي الإجازة الاستثمارية هاي موجود عدي وكل الوثاق موجودة في هذا التنفيذ موجود عندي انه ينجز المشروع نطلع 2019 لا 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 هذه نصا ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع هو العقد وبالمناسبة بين قوسيا هو العقد حتى مبال 2014 قبل 2014 وكان لشركة واحدة هسا أنا هذا الكلام اللي هي شركة خيرات الأبار العراقية هذا الكلام أنا جاء يبحث عن دليله أنا الكلام السابق كله موثق بكتب رسمية الخبر اللي عندي هو أصلا وسأتأكد منه إن شاء الله أصلا هو قبل 2014 لكن كان لشركة واحدة ثم صار بعد شراكة وهذا مخالفة باعتبار أي شراكة بين شركتين لابد بعد 30% من نجاز المشروع أرجع لك تكمل البقية راح الدكتور ناسر زكتور ناسر حياك الله حياك الله شكرا سماعتها القرية خل نسمعها بس بصراحة قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 رقمه لأ أنا حجيت نظام لا أكو قانون وأكو نظام نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 لم أعرف أني بعدك ونظام على كل حال هم نشعب قانون الاستثمار نعم اللي هو 13 سنة 2006 جاز لشركات طبعا المشكلة كبيرة أرجع عليها الأستاذ هي موضوع شركات وهمية هي مو شركات وهمية شركات مسجلة لكن بدون عمل تنتظر فرص استثمارية وبعدين من يأخذ الفرصة الاستثمارية لأن قانون الاستثمار ما من حقك تبيع البشرة بس لقوا طريقة يبيعون المشروع هو بول شركة يتنازل يصير مدير مفوض ولا مدير مفوض آخر يصير ملكها الشركة يتنازل بشركة ومحتوائها يعني هاي اللوفة فإذا انتظرون الجماعة كلهم يسوي الشركة وهي أسس شركة وينتظر بدون كل شيء بدون الضوابط الأخرى وينتظر عسى أن يحصل فرصة الاستثمار ويبيعها هاي الغاية من موضوع إذا كانت فيما تخص استثمار أما هذا شركات أخرى كثيرة جدا طبعا لشركات الصحيرة فمن شركات الأخرى طبعا أصحنا اليوم موضوع نهاي الشركة اللي هي شركة كاسو وشركة خيرات العراق أو خيرات الآبارة العراقية ذا أني شركات تصور عراقية كاتو تصور شركة كردية يمكن تابع الكاكسماعيل كاكسماعيل الكاكسماعيل اللي هو ماخد أكثر من مشروع بالعراق طبعا وطلعت حديق قبل فترة بالتي بي آي ما أخذ قرضه 300 مليون أو 400 مليون دولار وعنى حتى إذا هو هذا الرجل قد يكون مهوم يعني ما أخذ قرضه 300 مليون أو 400 مليون دولار مال شنو؟ مرتين 300 وصله هم على مشاريع نفطية نفس العملية مشاريع نفطية وين هالمشاريع؟ مشاريع نفطية طبعاً منطقة كردستان يعني شو مال العراق؟ ني هم منفذة لو غير منفذة؟ لا لا هم منفذة لعنى شون طلعت علي أنه بالتي بي آي؟ هو أخذ من تي بي آي هذا القرض وكمل به طبعاً ممسدده ظاهر وبعدين الشغلة الأخرى اللي طلعت بالمجلس الزراء ها يعني ما ممسدد القرض اللي عالية اللي طلعت بالتي بي آي العفو بالعمال العام المجلس الزراء خفضه وخفصين بالمئة من الفوائد على القرض عشان وبالوقت اللي هو ممسدده بترغض يسدد اليمام متلاكين يسدده يعني اليوم فوائد أخرى لا لا يعني اليوم من يتأخر يخفضون له؟ يعني هاي دي صارت أحمد أنا شعني عايشون بأكو خفايا كثيرة يا أستاذ عزيز نحن نحن داريني توسع هل نقول لك الحمدلله على السلامة أو ما نقول لك حمدلله على السلامة؟ لا حمدلله على السلامة أكيد شكراً بموضوعك حتى أرجع مرة ثانية لأستاذ مهند والله موضوع الساعة وحدة ونص أو ثلاث ببابوت ما حسنا له قوة قوية جداً يعني نتكون سبع سيارات أكثر من خمسة عشرين ستا عشرين شخص وكانا دا يدكون بصدفة صارت فوق لايمان غرفتي فوق جاني ابني دا يركض بابا 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 قلت لأخير بابا شكراً قال البابا معرف أصابة معرف شو علينا نزلتها نعم مترهي على كيفي والله شوف دولة القراج مليان فوق السطح ولا فوق الطارمة فوق ال فتح قلت لابا أصابة شو اسم شرطة قال لا احنا قوة أمنية فتح الباب ما انتبع هاي قوة الأمنية؟ معرف يعني تفضلوا قال تفتيش قال شاكو عده تفتيش علي شو جيد قال لأني فلان وكذا قال على كل حال ما مصاعدة الجواز معرف شنو ومن المقصود قال التفلان قلت لأ نعم قال يتفضل لأنا خلط رح تدالي جاي عليها تعالي شو نصدفت المهم اخذوا موبايلاتي واخذوا رسيبر من الكاميرات ويايا وطلعنا بيش اخذوا رسيبر الكاميرات؟ مخالفهم مجاين بي شوان يعني مخالفهم؟ ما اعتموا لا امر قبض لك كذا هزين وين ودوك؟ المهم اقتعدون يوم وطبعا هاي بنا طلعنا احنا ورايا قلي ببط خلي يقول يعني في السبع سيارات ورايا ستة واني قاعد بسيارة بس بصراحة الناس كانوا مؤدبين يعني صاحبهم واحد سكران اللي هو كبيره بطبعا شاروا يعني ما ردي يقول سكران بل معنى سكران بس شاروا مهم اقتعدون انا قلت لك قلت لك قلت بسيارة واحدة بسيارات والبقية بشنه هنا وصلوا للخضراء السيارات انسحبت الستة بقينا بسيارة واحدة وصلوا لي لمركز شرطة العدل حي العدل الضابطوا بصراحة مرادي يستقويني قالوا معكم ومرقبوا معكم يعني صور مخالفة ايش يصير عليهم بالمسؤول تصلوا ساعة ثانتين ونص هالحة تصلوا بالمحقق العدي في وزارة العفو في محكمة الكرخ والذي اسمه عليها صور المشهد فرد عليهم ساعة ثانتين ونص بالليل طلب من الضابط يخليني يمى للصبح والصبح يحاول عليهم فبقونيهم قاعداني بالمركز السرطة للصوار بالصبح قاداني المركز المحكمة قابا شنو قال لك وعدك طلعوا لي سيدي سيدي قرص يعني خلالي على الحاسبة بالت قال لي هذا اليك الكرام قلت ليه لي هذا اللقاق مستعقى 45 دقيقة انتم استقطعين مننا جزء 45 كلمات ما قبله وما بعد دوانه بعدين أنا قاعد داعشة على موازنة 19 عشرين بعد مصادر حتى داعشة عن هان شي داعشة عن موازنة 19 موازنة 19 اللي هي بيها منافع الرؤساء الوزراء اللي هو بحدود من يوم و350 اللي بدوها ربقت هذا اللي صار بعدين لساعة ثلاثة انتهت دوام وليما دي طلعوني آخر شي قل لي يا بروح للبركي السرطة من يزوراك والله خبر رجعت المركز السرطة وقاعد دوري بعد شوية لاخر ظهر جماعتنا بدو دي اشتغلون وصار اتصال ويل حج المالكي الله ذكره بالخير الحج المالكي متصل المهم ساعة بالأربعة أو الخمسة طلقه صراحي كفالة طبعا بالمناسبة ومجف خلص ملايين دينار الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام الله يسلم استاذ مهنة نرجع نكمل الباقيات أنت ما قدر يعني الثير نبيتشي أمور حقيقة لا والله نرجع نكمل الباقيات كم نقطة حجينا يعني عندنا اشكالات كثيرة بعد عندنا أربع اشكالات مصحيح عندنا اشكال قلت لك أنه أولا أولا كيف تطلب هيئة الاستثمار ضمانة سيادية بمبلغ ثمين أنا لدي شباب ينطوني الوثيقة رقم واحد حتى نسولف عليها شوي واللي هي مخاطبة إلى وزارة النفط سؤال برلماني تهديكم لجنتنا هاي اللجنة تقول استنادل إلى نص المادة واحد وستين من الدستور والمواد خمسطعش وكذا من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 والمادة خمسين من النظام الداخلي نرجو تزويدنا بالوثاق والكتب الرسمية لما ورد أدناه والإجابة على الأسئلة التالية السؤال ما هي أسباب تلك مشروع استثماري هذه الرجعة وتحسين البنزين والممنوحة ورقصة استثمارية من قبلكم لشركة خيارات الآبار بوافقة مجلس الوزراء في 26.08.2014 علما وعدم الإنجاز خلال هذه الفترة الطويلة منذ عام 2014 ولحد الآن حيث أن ما منجز منه هو سياج خارجي فقط حازم الخالدي رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي أمطيك الجواب استباقا وزارة النفط اسمح مني حتى ما نطلع ستقول لم أجدد الرخصة أنا والعقد منته هي هالكارثة في الجواب راح يجيك وزارة النفط الجهة المستفيدة ستجيب إنها جاوبة لو تجيب لو ما تجاوب إذا ما جاوبت فهاي مشكلة حقيقة يعني كبيرة وذا جاوبت وذا جاوبت فأنا راح نطيك الجواب راح تقول أنا في كتب ومطالعات رسمية أنا بالنسبة إلي لم أجدد الرخصة والرخصة انتهت بل في 2019 من 2014 ل2019 شو راح نسألهم إحنا أحضر سؤالات وين جنتوا وين جنتوا منعدهم ثم هذا ما يتحمل غرامات تأخيرية سؤالي هنا ستاد مهند إشقد استلمت هاي الشركات وهذا سؤال جاي نقول يدري جناب الدكتور اليوم المستثمر من الامتيازات من عن التسأل عن التبعيض هاي من التبعيض يعني من الامتيازات هو أنه شنو يقترض من الحكومة انت قللي شنو الضمانة السيادية اليوم كن مشروع لابد إلا فتشنو فتشيء يكفله سواء عقارات بحجم المشروع أو أموال مودعة نعم أكو بعض المشاريع الدولة تكفله شون الدولة تتعله أموال من الموازنة ضمانة سيادية الدولة تكفله حتى شنو يصير عنده اقتراض حركة مالية مكفول هذا المشروع من الكافل الدولة من يا أموال الشعب من الموازنة بكم بمئات طبعا أكو كفالة سابقة بمئة بمئة مليون يعني هذا عنده كانت تحركات بمئة مليون الآن الدولة طلبت للدولة أنا لا أقول الاستثمار استثمار جزء من الدولة ورئيس الوزراء خلي اسمع تتحمل نين جاي نقول لك احنا وانت أول ما اجيت قلت أنا سويت الهيئة العليا لمكافحة الفساد وين إنجازها هذا جاي نلطيكم ملفات على الجاهز جاي نقول لكم اكو شركات وهمية انا اقصد الوهمية اريد استفز تدري ليش انا لا اقصد الوهمية التي لا وجود لها لا اقصد الوهمية التي لبست أنا قلت لبست الزي الحكومي واخذت الامتيازات والشرعية لكنها لا تمتلك اي نشاط هناك قسم في وزارة التجارة عفوا اكو دائرة مديرية عامة اللي هي اعتقد اسمها مديرية تسجيل الشركات تسجيل الشركات بيها تسع اقسام احد الاقسام اسم المراقبة والتفتيش لابد الشركة عليها مراقبة والتفتيش اليوم جنابك اذا اوضعت لك مئة مليون دولار في المصرف راح تجيك اجهزة امنية سئلك واجهزة حكومية من يلك وينهم موديهم لكن الشركات مئة مليون دولار اهم يسئلوني لكن الشركات لما تودع لذلك انا قلت انه غسيل الاموات الاموال الان الدولة من 2014 الى 2019 انطت هاي الشركة اللي هي خيرات العراق او خيرات الابارة العراقية اتيازات رد نشوف جين الامتيازات الامتيازات انطو مئة مليون دولار هذا شنو هاي الضمانة السيادية لكن انا اريد اعرف الشركة شستوردت مكائن مضخات شنو وين لابد الدولة تكشفن اكو خطابات بين البنك المركزي وبين وزارة التخطيط وبين وزارة النفط وبين وزارة هيئة الاستثمار هذه الخطابات تعرف تدني انت حجم الانجاز ينطون سيولة ينطون استيران تنجز عشرة ينطيك سيولة بمقدار عشرة ومكائن بمقدار عشرة اريد نعرف هذا انجز هالمقدار ليصيرون مثل سالفة الماء او المجاري اكو حيلة بالشركات ماء المجاري شي سوون اكو مد واكو اعادة المد عادة الشارع الكيلو يخلصه بيوم بس الاعادة شقدت تطلب شهر فهو شي سوى يمد بسرعة حتى يستلموا اموال شنوة بكثرة على حساب من لذلك تلقى عندنا المد سريع لكن الاعادة التأهي اللي شبيه بطير وتلقى ماخذ 80-90% من قيمة المشروع وهو لحد الان ما يكمل شايف هاي الحالة هاي كشفنا لكم هاي هي شي جاي يصير الان جاي نقول لكم هذا لم ينجز الا سياجا وانجز كرافانات محطوطة للحمايات هسه وحيئة الاستثمار لكل كبور مي اردعرف هاي حمايات على شنو بالكرافانات كرافانات والله معرف هاي سمخلين حمايات بالكرافانات شي سمع جوة جوة هي معرف هي الكرافانات داخلية داخل السياح هذا ملك خاص ما يصير ندخله هذا عند حصانة صارت ملك خاص إلي صارت هي الساحة إلي يعني كم كرافان كم كرافان وانبوب ماء بصوات دا زيت لك ياهم اي كم كرافان مجموعة كرافانات متجاوز الخمس كرافانات إلى ستة بضاف لها انبوب ماء وسياجة هاي انبوب ماء قلت لحية الاستثمار بعدين قالت قالت احنا لا أكون انبوب ماء اي قالوا هذا من ضمن الانجاز هذا مو انجاز لا انجاز هذا مو انجاز يا دكتور انبوب الماء 100 مليون دولار هذا مو انجاز هو العقد معرفة العقد مصفات لا هدرجة البانزين هدرجة البانزين تحويل النفط الخام إلى بانزين محسن مصفات مصفة بطاقة شقد الطاقة 30 40 50 موجود عند الناس خلل الرخصة اي مو انه من نقول الطاقة ما بتقدر قللك شقد الكلف شوى كبير يعني مصفة كبير كان تعول علي الدولة يعني مصفة كبير يعني 200 البر ميل هو اكبر الرخص الاستثمارية في محافظة المثناء لعام 2014 مين طول اكثر المية وخمسين خلال نقول حتى لو مية اي ميتالي ببرمين يعني ما معنات قيمة اكثر من مليارين دولار قيمة المشروع مفتاح يسلمك طبيعي بنا نحشة على هذا المشروع نحشة على موضوع سيادية ضمانة سيادية هل السؤال هنا هل الشركة اللي هي كار أو شسمها طالبة من فاسوه أو شركة خلالة طالبة من الحكومة العراقية تنضيها ضمانة سيادية شي غريبة شي غريبة يعني دعا ما قدم شنو دعا ما طيق من الشركة على اللي اللي دعا عرفها سياج وخمس كارفانات للحماية وبوري مي بوري ما المي هي اللي دحتيها بالعلاقي بوري مي شنو مين ومصلا مين جايبة طبيعي أكيد عن سنتر المدينة المصبات شكيت خم كيلو مل مينة مليون يعني هذا البوري مينة مليون دولار لا خشو مينة مليون دولار لا هل يجري نصفين النفاط يجيب البوري ما يجي نو لا لا بد بالمناسبة المصفات مني يكون لا بد وأن أكو أمبوب يمر من عنده أو يغذي يعني أمبوب قريب أمبوب قريب أنا أنا أحكي على أمبوب مي دكتور أنا أحكي على أمبوب هذا المشروع كله كل ما منجز بي سياج فراري من البلوك وخمس كارفانات داخلية وبوري مع المي إذن يعني هما يكون يفترض يسحب هذه الرخصة يفترض والمئة مليون والامتيازات الأخرى والسحب السحب يحد الآن هما بالمناسبة قريب أكثر ما أريد أقول أكثر واحد من تخصص ما هو الاستثمار أعرف أنه واحد الاستثمار لأنها ما أخذ أكثر من المشروع المشاريع الأولى اللي هي مثلا عندك مشاريع سكن عندك مشاريع استثمارية مثلا هذه طبعا أعلى ما موجود وموضوع مشاريع النقود وهي طبعا نادر الشركات التي تحصل عليها مو هي شركة التي تأخذ أما بالإلاقات القوية الكبيرة جدا وطرق فساد يعني كثير الأمور يلا قدر يحصل على رخصة بالمناسبة الضمانة السيادية منحت للشركة عام 2016 وتعهدت الوزارة وقتها بشراء منتوج البنزين من هذه الشركة لمدة سبع سنوات يعني منطينا ضمانة سيادية وتعهدت لبين يشترون بين يشترون مننا سبع سنوات هنا موضوع يشترون منه أوكي ما يكون مشكلة ضمانة سيادية على أي أساس وتاريخ انتهاء العقل الاستثماري كان في كانون الثاني 2019 يعني يوم في كانون الثاني شهر الواحد 2019 انتهي العقل لازم يسلم لازم يسلم لازم يسلم تنفيذ المشروع إذا أنت ضمانة سيادية وتعرفين ضمانة سيادية معنات هاي فلوس كاش يروح لأي مصرف المصارف يقدر يصرف لهاي الضمانة السيادية لا وهسي طلبولة 850 مليون علي ساسي طلبولة انت تتعرف الآن هم طالبي 850 مليون طالبي لا أضافت نعم 850 مليار مليون دولار يعني تريليون دينار عراقي هذا بها شبهة فساد عالية جدا عندي من مصدر مسؤول مقبل يقول يقول ان الهيئة فاتحت وزارة النفو الدائرة التخطيط والدراسات والمتابعة بضرورة تزويد الهيئة بقرار فسخ العقد مع الشركة يا شركة شركة خيرات الآبار العراقية التي تسنى للهيئة اتخاذ ما يلزم مفق قانون الاستثمار رقم 13 سنة 2016 المعدل والمتضمن سحب الإجازة الاستثمارية بعد ست سنوات مقليلة وراء ست سنوات لا هاي المشاريع هي بصراحة أكثر يعني يعني ست سنوات والعمل ما منجاز انت وراء ست سنوات تفتشير هيئة الاستثمار وزارة النفو والمالية وإلى آخر ست سنوات هذا المشروع ما حد سأل عنه هذا سؤالي رقصة الاستثمارية ماذا يطول مشكلة طبعا يكون خلل بالمناسبة رقصة الاستثمارية لا يعطون بها وقت لغرض التنفيذ مو مثلا هو ذا قدم هساني عندي مثلا بقدم على مشروع أقول له مدة سنة أنا أبدلش من يشوفون قد يكون وصلت كملت السنة وما كملت عندي باقي للإنجاز 20-30% ممكن يمددون لي بس بحالة أنا ما أكتب هنا المشكلة هو هنا أنا ست سنوات هس العقد صار لها ست سنوات ست سنوات هي هاي رجازة الاستثمارية أستاذ محمد رقم 43 لسنة 2014 بحقول أحد الحقول اسم المشروع طبعا وحدة هدرجة وتحسين بنزين نوع الاستثمار صناعي كتاب رئيس مال المشروع 400 مليون دولار أمريكي مدة تنفيذ المشروع 300 مليون شون 400 مليون شون يطول 850 شون يطول هذا سؤال هذا هذا مو وصفه هذا ثلاث سنوات إجازة استثمار ثلاث سنوات الجهة المنفذة المشروع الاعتلاف نفسه المقصود بشركتين هاي ثلاث سنوات ثم أنت شون تطلب تطلب 850 ضعف لا لا فاللحظة هنا أنا عند صالة شغلة غريبة العقد اليوم طلب 850 مليون دولار ضعف وقيمة العقد 400 مليون شون هاي ال450 مليون وين راح يودوها وال100 مليون الأولى وين راحت لا قل شبه سيد علي وانا إرادة تحقيق لذلك هذا المشروع اختفى سيد مهند انا استاذ محمد جايي تلك هل سختفى المشروع لا اختفى طيلة الفترة من يتكلم نبي يلا طلعت هذه الأمور وانا جايي انطيك هسا ستسمع انت كلامك هذا من يوصلهم ان شاء الله وكلامنا يوصلهم ووصل اليوم واخذ حيز راح كلهم بدي يتبرون كن أتمنى نلتقي ثانيا راح يشوف البراءة اللي حصلت هسا احنا جايي نتكلم على الهواء وجايي نتكلم مباشر لم سجلين حلقة ولا متفقين لا 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 متفقين على شيء ها انا الرجال بحثت وانت بحثت والتقين هاي جايي نقول هاي فرصة الاستثمار هاي اجازة الاستثمار انا يدور على الشركة وانت جايي دور على الوطن انا جايي اقول هاي اجازة الاستثمار قيمة 400 وكسر انتم طلبتوا سيادية انا راح اعرف جواب الاستثمار اش راح يقولون هاي الاستثمار الوطنية اولا بالمناسبة راح يقولون احنا صارنا ثلتة شر مستلمين ومادر شنو باعتبار احنا نتبرى من دين سابق ايه هاي حالة موجودة هم موظفيهم موجودين حسن مهم اش راح يقولون لا لا انا رئيس لا لا استاذ مهنن استاذ مهنن رئيس الهيئة تبدل رئيس الهيئة تغير الوزير تغير انا اتعامل مع عنوان دائرة كاملة اش راح يقولون هايئة الاستثمار خلنا استبقلك وانا اعرف تشيلاتهم راح يقول لك الشركة طلبت ومن رفع للشركة انت من ترفع شيء يعني مقتنع بي الشركة طلبت 850 وتريد تلتهمها من موازنة احنا ما بيها رواتب اكو مشكلة والسيد الكاظم يقول ماكو رواتب شاليدة الرجل مو ولولا نتكلم بهذا الموضوع ولولا اكو ناس جاي خير التابع فلان وفلان وجهه وكذا لمضا والتهمة والتهمة 850 مليار اولا نت 850 على مشروع منتهي منصر الله اكبر اسمو مشروع منتهي مشروع غير موجود اصلا اثنين هو قيمة 400 وكسر تطلب لضعف هاك هاي اسمحها اليوم وصلني وصلني فدرد غير رسمي من المسؤول الاعلامي لهيئة استثمار المثنى ناشر شو يقول يقول هذا مو مسؤوليتنا هي مسؤولية من كل مشروعي دري الدكتور يتجاوز 250 مليون دولار فيكون اتحادي اتحادي نعم قلت لك كلامه صحيح اتحادي لكن هيئة استثمار المثنى اما عليها المتابعة والاشراء والتقييم يعني مشروع محافظتهم لا لا مشروع محافظتهم ناسيهم لا يعني هذا يوم بغدادي تيه غير عليك ثم اش قال واخذ يمجد بالشركة الشركة انجزت كذا وعدها ما عمل اسمين وعدها كذا قتلت يا ابا ما يخالف هاي السيارة محركها زين جيد قشرها زين بس قيرها قايم ما يشتغل احكم بالسيارة زينة هاي شون حكي هذا فعليك يا ابو استثمار المثنى اسمعني عليك المتابعة والتدقيق والاشراف وعليك انت برؤ ذمتك المالية اداريا وامام الله بانه تقول ايش كاتب على هاي الشركة انت ليش ما تحدثت ليش مهند العتاب يتحدث عن الشركة ليش مو انت تحدثت عن الشركة وين شنت عن الشركة ولماذا نمت قيم الشركة الشركة يا اخي منتهية الصلاحية تريدون تجددولها رخصة باي جنو تتحدثون انتم الناس ليش كفرت بكم الناس جاي يتباوع هاي السرقة هسي طبعا جانب الدكتور ما هم صدق بهذا كامل يقلك ما معقول الرجل مهني يقلك شنو ضمانة سيادية بضعف مبلغ المشروع شنو ضمانة سيادية مشروع منتهي جنون يعني الشارع العراق الشور راح يقيم الاداء خبله الله وكي لك تخبله حق المواطن والله انطي الحق دكتور مشروع قيمتها 400 مليون انا منطيك 100 اذا نبقى من المشروع 300 ومنطيك تسهيلات قمرقية وعفاء من الضرائب ولك حق الاستيراد المؤدد استيراد عمال استيراد عمال استيراد عمال استيراد وغيره 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 هذا كل ما انت ترجع يعني هسه النا 300 اللي باقعت انت ترجع تطلب 850 يعني 550 مليون دولار بحدود 700 تريليون دينار مليار دينار عراقي تريليون وكسب شنو يعني من خلال الرقم الدخال يعني من قيمة المشروع نقال 400 مليون وكسب نزلنا يعني هسه من 150 ألف برميل يعني نزل هذا لـ 30 ألف برميل هسه عشرة عشرة يعني مو أكثر من 30 ألف برميل لـ 30 ألف برميل ممكن نصنحها بالسوق المحلية المكائل المالية والمعندات لأن احنا كنا بتصنيع العسكري سابقا كنا نصنع العشرة ألف برميل اللي هو سميناه موبايل المتحرك كنا نودي الوحدات الأسكرية ممكن ما نودي لهم منزيل نودي لهم في أطخام هم يصفوا ويستعملوا بعدين طورنا وصلنا لحد الـ 30 تصنيع العسكري وإحنا اليوم نوقع ويشركة استثمار ونمطيها جد ما أعرف أنا هاي الأرقام مليار دولار تريليون هاي الأرقام هاي الأرقام هاي الأرقام هاي الأرقام جاء بكتب رسمية مو من عندنا هاي الكتب الرسمية طلعتها بالشاشة أنا ما ليدخل هذا واضحكت برسمية أقول لك بس ما لتخلش العقل يعني مشكلة ما تخلش مستغرب الرجل أبو الاختصاص مستغرب مستغرب الاختصاص اللي ربما يجد جوابا هنا وجوابا هناك المواطن شلون في أفقر محافظة بأفقر محافظة وأني قبل ما تجح تشيط قضية عدنا عقد عام 2017 مع شركة لتجهيز خمس مراجل بخار بويلرات استلمت الشركة خمسة مليون دولار وكان مدة الإنجاز خمس سنوات ما أعتقد أنه خمس بويلرات تحتاج خمس سنوات خمس مراجل بخار تحتاج خمس سنوات يالله تم إنجازها بس المهم ولخمس سنوات عام 2018 الشركة اختفت والقضية راحت وزعت الدولة العلاقية تعاقدت من جديد 2018 مع شركة لبنانية يعني أنا بقدرت اشتغرب مثلا المشاريع اللي مثلا القوى ما عليها فلوس وطلعها وراحها ومارحها هذا هو المشروع إذن مشاريع القناة مانا هذا خب بغداد مدارس اللي عندنا بالقناة بغداد مستشفيات كثير من المشاريع اللي هي تبرها وهمية طلعت بالنتيجة يسحبون فلوسا مال عليها ويقومون ويطلعون ولخاصة كانت مقاولات مو استثمار بلاشي عن مقاولات يجي أخذ مبلغ مقدما ويجي أخذ بغابة كثيرة جدا ما تطبق على الناس اللي هم انهم باع يعني بالفساد خلي نقول يعني حالها حال 1600 دونام المجاورة المطار بغداد مليون وسبع بي طبعا وعادة كثير من المجاورة التهمها الدهر الدهر يلتهم يا والله هاي الدهر يلتهم ما أعرف أكو وحش بالعراق هذا الوحش منه وحش الغياب الإرادة السياسية والحكومية حقيقة في محاربة الفساد هو المشكلة هنا اليوم صار محاربة الفساد مرجعية صاحت الناس جاي الصيح يا أخوان فساد أزكم الأنوف الفساد واضح ترى جدا الفساد نراه في مقاول بسيط بين ليلة وضحاها يكون تاجراً عملاقاً في العراق اليوم أكو مشروع إذا ربح بي فد بالعراق حتى تدري بالدولار الناس تيه بالدولار المشروع خلي ربح له بي مليونين ثلاثة ما هاي صبغ مدرسة ما شنو نباع له إذا هو منتفع له فد خمسين مليون أنت صبغ يطلق هاي بدعت من الصغار ثم كبرت كبرت هذه القضية اللي تلتهم العراقيين أحلي لي جاي يقول عندي مشروعين اللي تحكي هنا على الاستثمار ببغداد بالمناسبة على بغداد على وجهة تحديد المشروع الأول هي أحد المشاريع التي قدمت إلى أمانة بغداد للحصول على أرض استثمارية في محيط بغداد العاصمة لغرض إنشاء مستشفى لمرضى السرطان لعلاج مرضى السرطان الطلب قبل بالرفض طبعاً تم رفض المشروع بحجة أنه يعني أمينة بغداد السابقة حجته كانت أنه لا توجد أرض أنا سؤالي تتوقع أنه فعلاً ماكو أرض طبعاً المستثمر قدم شكوى ضد أمانة بغداد للأمانة العامة لمجلس الوزراء فطلبت الأمانة العامة المجلس الوزراء من أمانة بغداد منح قطعة الأرض ولم تمنح الأرض للآن بالرغم من رحيل الأمينة أنا أحكي لك على موضوع الأرض لا يمكن لمستثمر يأتي يقدم إذا ما يمتلك صورة وصورة وخارطة الأرض اللي هو مستهدف يقدم عليه ويجب أن تكون هي ضمن الخارطة الاستثمارية أو ضمن المشروع نفسه هذه معدة مسبقاً بأمانة بغداد بالتصميم الأساسي مثل المدرسة أو مستشفى أو كذا فلا يمكن هو يقدم عليها بدون ما هي تكون هي أصلاً مستشفى إذا هي كانت لمانة بغداد طبيعي أكثر قطعة الأراضي هي تابعة إلى إقارات الدولة طبعاً أيضاً أكو مخصصات من إقارات الدولة لوزارات أخرى مثلاً وزارة النقل تمتلك ما تمتلك من الأراضي وزارة الدفاع تمتلك أراضي الأوقاف تمتلك ما تمتلك لكن أنا سؤالي لماذا يطرد الاستثمار الحقيقي في العراق ويبقى استثمار الفساد هو الموجود هذا ليس جديد من يقف خلفها يا دكتور؟ مفسدين من حكومة اليوم المتخصصين في هذا المجال إحنا إذا حتنا على هيئة الاستثمار الريطانية بها الفساد لا يعد ولا يخصر إذا حتنا على موضع ترخيص النفط وتتعار شركة أونويل ومشكلتها لحدها الموقوفين 3-4 خاص في بريطانيا ونحكمه ما يجون أيضا يسألون الشخص العراقي ليه وهو مفسد سيد مهند يعني واقعا هو المستثمر اليوم من خلف الفساد وليش المشروع الحقيقي يتم رفضه بينما مشاريع الفساد هي التي تستمع اليوم لا تعدو أساني مو مستثمر ولا مقاول لكن أسمع أساني أسمع من المقاويين ومستثمرين يقولون ما يكاد مشروع ما يكاد مشروع أن يدخل به إلا أن تأخذ من عندكم منشينات معينة وتأخذ من عندنا نسب من وهي؟ بعضهم يحدد نسبة أستاذ مهند من هو المتنفذ في القرار هو تدري أنت اليوم المقاول أو المستثمر خب ما يتفق وغير صاحب القرار منه فهي مؤسسات غالي يجي إلى مكتب الوزير لا لا ما يتعامل أكو سماسرة هم مختصاص هم هذة بالكوفيهات يقعدون هنا بالمطاعم يعز ميابا هذا بالنسبة يتحدثون ومقطوعة وتدفع حنكاش يروح فلان يجي فلان واقعا هذا الكلام هم يسمعون يدرون بالقضية اليوم هو يجي التفوق هذا استثمار يدبني مستشفى فأي يجي نسبته خمسة بالمياد هم يتفوق الطنيا هنكاش في ماله احنا ما جاء نتحدث عن عقود الأطعام عقود هاي بالدفاع والداخلية والإصلاح نتحدث عن أكيمادية واسوال في الدول ما جاء نحكي بحكي نبي من في هاي ترى ذنيا تكبر اليوم أموال هاي لجاي تطلع مليارات يوميا ما جاي نحكي عن بعدين نحكي الكياء هاي بس أضبط أمورها وقل لك بيها ما جاء نحكي عن مؤسسة صغيرون في طرف بغداد يوميا يدخلينها من سكوكها جباياتها ما يتجاوز المليار يوميا نصفه علما للفاسدين نصفه أكثر من نصبي للفاسدين هذا واقعك يا أخي اليوم عندنا واردات عملاقة تدري اليوم احنا بشربين بس بالنفض تدري اليوم تدري الدولة في سنة 2015 في مادة 25 اسمها مادة تعظيم من موارد الأشعة كانت بمئتين وخمسة صاربت حولت حولت الوزارات من وزارات مستهدكة إلى وزارات منتجة أموال انت شنو رأيك بوزارة التربية وزارة التربية استهلاكية طباعة كتب ومدارس ورحلات وكذا لكن وزارة التربية يومش قد مدخلات هلمانية عدها لو ما عدها مدخلات 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 مدارس أهلية هاي واحد رحم الله وعديك واثنيا هاي الوثيقة ببيش 27.000 دينار الوثيقة الوحدة نطوكية 27.000 دينار طلع لك وثيقة وشوف التلتة اليوم نصف المدرس المعلمين يقدم دراسات ويقدم كذا يوم يجب وثيقة تطلع لا والخريجين نفسهم من يوحول أنا جايك تتحكي عن الوزارة المستهلكة اللي تحتاج دعم من الدولة يعني هاي وزارة تحتاج دعم أما القطاع الصحي فالقطاع الصحي رابح أما ما جاي أحكي لك على وزارة النقل ما جاي أحكي لك على وزارة التجارة وما جاي أحكي لك على وزارة المواصلات وكذا وجولات التراخص اللي حكينا بيها وما أدري اليوم شون نتيجة تتأجل وما جاي أحكي لك عن وزارات ضخمة جدا هي تمتلك استثمارات ما جاي أحكي لك عن وزارة الإسكان والإعمار أنا أدعي هذا للدعاء بلدية المنصور وحدها باستطاعتها تطعم محافظة كاملة المجاعة من عدم بلدية المنصورها يمنى يمنى باستطاعتها مدخولات مؤجرات حكومية ضخمة الجبايات ضخمة كل وصل خمسة آلاف وعشرة آلاف دكتور في آلاف الوصولات طبعا يوميا العراق فقير والله العراق أغنى بلد بالعالم ولولا هاي الخيارات ما كان عراقي يعني بهذا الحال اللي احنا بي وأني طبعا عندي كثير من الأمور اللي هي على ما حاجة شيئتنا يا فصراحة كنت متوقع كوقت مثل إحداث تتسارع والمؤسسات تتهاوى بسبب الإدارة الفاسدة نتيجة المحاصصة التي ولدت عملية سياسية عرجاء منذ عام 2003 ولحد الآن خلفت أزمة مالية قد تستمر إذا ما تغير النهج السياسي أردأ سألك سؤال 2021 أكون رواتب لو ماكوا في ضوء ما يجري الآن لا لا رح يتصير رواتب بس يتصير رواتب من جيب المواطن بصراحة اليوم وزارة المالية تصعد قيمة الدولار والبنك المركز وزارة المالية والبنك المركز وزارة المالية اليوم صار 31 أنا متأكد أن نهاية السنة وصل ال51 دولار وخمسين يعني معنات بحدود يفقد الدينار 25% وصولا إلى يفقدوا ويوصلوا إلى حملية 50% يعني معنات الرواتب اللي أنت كنت نشعد بحدود 60 تريليون يصير ما يعادل 30 تريليون مينة شونا يصير بعملية ارتفاع الدولار اللي نحن كنش دا نستورده فموضوع هذا اللي رح يصير والمقرود المواطن أكيد بس أكو هما اللي يلتفتون على الإرادات الأخرى اللي هسا عدد منها الأستاذ يعني جزء بسيط جدا أو خلي نقول يمكن خد 5% الإرادات كثيرة جدا وبعدين أكو عندنا مشكلة كبيرة اللي هي مرة اللي نعيدها أنا عايتها في 10-15 مرة وأول شخص من الـ 14 لحد اللي أنا ندق عليه اللي هي الرواتب العليا للرئاسات الثلاث وامتيازات وامتيازات الخاصة يعني أنت تخيل هذه الأموال لا يمكن لك ولا لي ولا لأي مواطن عراقي أن يعترض عليها هذه المخصصات لا يجب الاعتراض عليها ويجب أن هناك وقفة تلمي لأننا نحن حاليا أحفادنا يطلعون المطلوين إذا وقال حاليا لا حاليا ما ديوني نحن كل مواطن يعني حسب معلوم عندي أنه في العام المخبل يعني برد ديون متعاكم الأطفال الذين سيولدون عام 2021 سيكون كل طفل مولود عام 2021 مطلوب خمسة مليون دينار خمسة مليون دينار يعني أربعة آلاف دولار هذا ما يسمح به الاستثمار وهدر الأموال وليس ما يسمح به التوك شو التوك شو سيبقى مستمرا في نفس النهج شكرا جزيلا في الختام اللي ضيف لستاذ مهند العتابي شكرا لك شكرا لك دكتور ناصر الكناني شكرا لك أحبتي حتى ألتقيكم يوم غدنا أترككم في حرق آمن